أمتع عشرات الموسيقيين الجمهور خلال مهرجان لموسيقى الجازة بقلعة شالة بالعاصمة المغربية الرباط شهد المهرجان مشاركة فنانين محليين بالإضافة إلى فنانين أوروبيين وذلك بعد تواقف المهرجان لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا التقى الماضي والحاضر في قلعة شالة تاريخية بالعاصمة المغربية الرباط حيث أمتع عشرات الموسيقيين الجمهور خلال مهرجان لموسيقى الجاز فنانون محليون عادوا وآخرون قدموا من جميع أنحاء أوروبا إلى المهرجان بعد توقف دام عامين بسبب أزمة جائحة كورونا إنه مهرجان كبير إنه مهرجان جاز كبير في المغرب أتذكر المرة الأولى لي هنا كنت في حالة من النشوة أثناء مشاهدة مشروع رشيد زروال مع فرقة أخرى قادمة من أوروبا كان هذا قبل ستة أعوام وكنت أحلم أن أصل إلى تلك المرحلة في يوم ما نعم نحن هنا اليوم الحمد لله كل ما يمكنني فعله هو أن أكون ممتنة وسعيدة ومنذ أن انطلق مهرجان شالا لموسيقى الجاز عام 1996 كان معنيا بخلط عناصر موسيقى الجاز الأوروبية بالموسيقى المغربية جاء انطلاق المهرجان الذي ينظمه وفد الاتحاد الأوروبي في المغرب بمساعدة وزارة الثقافة المغربية بعد العطلة الصيفية هذا العام استثنائي للغاية إنه العام الخامس والعشرون الذي ينظم فيه المهرجان بعد غياب عامين لدينا برنامج من شأنه أن يعزز الطابع الفريد والمميز لهذا المهرجان الذي يركز على الاندماج لدينا موسيقى الجاز الأوروبية وكذلك موسيقى من جميع مناطق المغرب هناك حوار ثقافي وفني ينبع من اندماج نوعي الموسيقى هذا ويهدف المهرجان لماد جسر ثقافي بين شمال وجنوب البحر المتوسط وهو دعوة لفنان الجاز الأوروبيين للعزف إلى جانب موسيقيين مغاربة